جوي رامي يوسف والعين عليكم الله يسمي ما شاء الله العين عليكم ما منحب محد يكون إليه سلطة علينا برابو فلو كان إليه سلطة علينا في البداية بجزء ما وصلنا طب أنا شو أسأل بعد الكلام هان شو أسأل ما منحب نكون حدا أو تلتقي بحدا من مشاهير السوشال ميديا مين بيكون طب أوكي يوسف رامي رامي شتيك راح برابو أكبر شيء داني فان شاء الله هم دينا السوشال ميديا هم هم التقافير ان شاء الله هذا الجواب رائع جدا كل لحظة رامي بك لأنه لأنه من من دار شوي شوي والله يعني شفو أب يعني بدي أحييك بدي أزقف لك والله ما أنا عارف شو بدي أعمال يعني رامي أنا أنا أدماني أنه بس كنت أتواصل معك على التليفون الله يزالك الله يعني كيف بدي أحكي لك إياه أنه مع بعض على الحلوة على المرة وهذا اللي بميزكم ما شاء الله فغصبت عنها بدنا نحب بعض لما شوفوا رامي ويوسف والله مني أخوان على الحلوة على المرة أكيد تغربة كلها بدت تكون معنا صحيح فالأمانة نحن كنا بالحب وأنا أحبت تشريك كثير الحمد الله الله يارب يديم هذه المحبة دائما ببيناتكم مثلا الأجواء هنا الأجواء تكون تحت الضغط لنعرف كيف نتعامل معها مساء الخير متابعين شبكة منصات ومتابعين برنامج سوشو بدايتان كل عام انتوا بألف خير وأطحى مبارك وينعاد عليكم وعلينا يا رب وعلى الجميع باليمن والبركات واليوم بأجواء العيد المميزة اخترنا حلقة لضيوف دخلوا قلوب الكل بدون استئذان ووصلوا لمراحل كتير كبيرة من التطور وهالحلقة الكل عم بستناها والحلقة جدا مميزة وأجواء العيد والفرح رح تكون مختلفة تماما مع ضيوفنا لليوم فرقة الأجاويد ورح أرحب بضيف الأول من فرقة الأجاويد يوسف الفضل أهلا وسهلا فيكو كل عام وانت بألف خير وانت بألف خير يا رب الله يستعب كل عام ومتابعين الأجاويد بألف خير وشبكات المصات وانت بألف خير يا رب كل احترام تقدير لكم يعني اليوم غير شكل وخصوصا إحنا بأعياد هلأ ومناسبات وكان آخر يعني مشاركة للكم كانت موجودة بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين وكانت مشاركة لافتة للانتباه لكل متابعين أجاويد خبرني عنها تجربة والله كانت تجربة كتير حلوة جميلة أنه إحنا نتك قدام جاية سيدنا ولي العهد وإشي كثير جنة كان والحمد لله رب العالمين أننا الشرط أنه إحنا تمام نتك بزفاف ولي العهد أكيد الحمد لله أنتو اجتهدتوا ع حالكم يوسف كتير وأنا بعرفكم من زمان وعلاقتنا الحمد لله صداقة وأخوية وعائلية وهذا الشي أنا بتشرف فيه من خلال شباب قدروا يوصلوا لمراحل ما حدا وصلها بهالوقت الأصير كيف اجتهدتوا ع حالكم لتوصلوا لهذه المرحلة اللي عم بنشوفها هلأ لفرقة الأجويد إحنا بداية بلشنا كنا إحنا طبعا أنه قروب واحد صحبة وعننا موهبة كنا بنشارك الناس التراث الفلسطيني ضفنا عليه شغلات مثل العصاي مثل الحركات الجديدة وكل الناس أنه حب هذا الشغل فهي الإشي اللي ميزتنا عن جميع الفرق أو عن الدبكة للفكر الشعدي إن إحنا ضفنا هذا الإشي الجديد وحبب الناس فينا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وإنتوا دخلتوا قلوب الكل والله بدون السقدان يوسف وفرقة الأجويد بشكل عام بالنسبة للعصاي ولا بتحكي عن اللوغو هلأ اللوغو فرقة الأجويد حدا بيعرف أنه أنت لا طبعا هي 99% أنا من الفيديوهات والصور مصبوط أجد حركة مميزة وحطناها لوغو الأجويد وهو اللي ميز اللوغو أكيد يعني هذا اللوغو كثير مميز لفرقة الأجويد وإنت ما شاء الله يعني مكتسح حركات بالعصاي أيوه يعني أطفال عم بقلدوك كبار عم بقلدوك أكيد في تدريبات أنت يعني كنت مجتهد على حالك فيها وأنا بعرف أنه من صغرك كان أخوك رفعت اللي هو هلأ له فرقة بالإمارات مصبوط هو اللي دربك صح دربك بالعصاي بالعصاي دربني بالعصاي صاحب الضرب صحيح أصرنيك الحمد لله من أي عمار يوسف أنا بدبك ومن عمي 6 سنين أول حفظة خطة حفظة شعبية كان عمي 6 سنين 6 سنين ندف المفترات في القديم ما كان فيه تطوير لسه ما كان فيه تطوير طورنا هذا الشيء تقويرا من 2010 وورا أنا صديقي شريكي راما بطار أكيد هلأ رح هيكون معنا برضو باللقاء رامي يعني أنتوا دائما متقلقين بشدة ما شاء الله طبعا بدي أبرك لكم على درع اليوتيوب اللي حصلتوا عليه مؤخرا وهذا دليل دليل على محبة الناس لإلكم ومتابعتكم عندكم محتوى عندكم شيء قدرتوا تطوروا عليه من التراث الفلسطيني وخصوصا أنتوا طلعتوا من مكان بواجه كثير تحديات من مخيم البقعة مخيم البقعة مخيم البقعة مخيم عريق معروف أكبر مخيم لاجئين في العالم في الدبكة طبعا أنتوا تعرفين دبكة يدبكة الأباء والأجداد وإحنا يعني ضفنا عليه منظور جديد دبكة جديدة طورنا إحنا يعني متماسكين في الدبكة الحمد لله يعني من زمان إحنا بندقوا بنحب التراث الفلسطيني طبعا إحنا بدنا نحدث حدثناها فوتنا العصائي من هنا حركة دركة جديدة من هنا واتطورت والحمد لله طيب بدي أسألك عن التحديات ولا أخلي السؤال لرامي أخلي السؤال لرامي عن التحديات اللي واجهتها طبعا لما بلشت ورح أسألك سؤال ثاني هلا بخصوص التدريبات اللي أخذتوها والتطوير اللي طورتوا عليه أكيد أخذ وقت معاكم واجتهدتو لتوصلوا لهاي المرحلة اللي حاليا إنتوا فيها في سؤال كل العالم تسألكم إياه إنتوا في الأردن إحنا أيوا في الأردن أنا معرف أنكو في الأردن الناس ليه تسأل إنتوا في الأردن ليه الاستهجان من الناس إنه في عندنا حدا كتير متطور بأداء محترف جدا ومحافظ على التراث ومطور عليه ليه إنه دائما بتوجه لكم هذا السؤال إنه إحنا وين أيوا إنتوا وين يستغربوا أنه إنتوا موجودين بالأردن إحنا نشهرنا عن طريق السوشال ميديا إحنا ما كنا ننزل على منصة تيك توك أو على الفيسبوك أو على كنا بننزل الناس بتحبير ألمك يعني شتات وهي تتعرف أنه هاي الفرقة من طريق تيك توك هي كانت أعلى أعلى مشاهدات كانت تيك توك بالأردن بيعرفوها لأنه هذا الشي اللي أنا مبسوطة إني أسمعه كمان لأنه كتير شفت عندكم كومنتات من وين أنتم كتير شفت هذا الكومنت خصوصا على تيك توك ومن أول ما عرفتكم حتى أنا سألت نفس السؤال يعني حتى أنا سألت ساعد نفس السؤال أنتم موجودين بالأردن فلما قال لي في الأردن فعجأني فعجأني وبلشت قصة صدقتنا مع بعض هم مستغربين ليش؟ لأنه شافوا دبكة جديدة هذا اللي بدي أوصله التراث الفلسطيني معروف شوه إن كان تراث لبناني معروف شوه هم بتفرج على فرق كجويد لما أول مرة بشوفه شوه اللي هيك حلو جميل مع الموسيقى ومع الدكات من هو طول وين؟ وين موجودين؟ بعدين نحن بشرت نصنر فقل نفس السؤال نحن متوجدين في الأردن حلو كثير طيب اللبس 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 لماذا اخترت اللبس العسكري؟ اللبس العسكري نجلنا أنا وشريكي لأنه يحمل انطبار يعني عسكري خلاص فيه انطبار حركة موحدة واحتزام واحتزام وفيها الهيبة وحركة واحدة فعشان هيك احنا ميزنا حالنا في اللبس العسكري لا يوجد فرقة يطلع في اللبس العسكري حلو فرقة تدويد من الأردن حلو طيب بعدها عم طورتوا لبسكم وكل مرة عم بتطوروا ايوه لوين وصلتوا هلأ باللبس كنت متوقعة يجو فيه اه احسا احنا طورنا احنا غيرنا احنا طبعا بالحفلات الشعبية بنطلع في العسكري وفي الفنادق أو في الصلاة أو في الحفلات المظلوبة غيرنا كثير بنطلع فيها اللبس الرسمي قماش كان شماغ الأردن حلو فحبينا نغير وإن شاء الله في تطورات أحسن وأحلى يا رب بالنسبة للتطورات هلأ شو عندكم مشاركات على مستوى الأردن هاي خليها على رامي برد أخليها على رامي يا رامي راح تتحمل مننا أسئلة كثير يا رابحemia طيب يوسف انت أأثر حدا بالفرقة يا رابح يا رابح كلها بدأ حركة بالعضلات والرجل والزبط باللياقة فأنت عندك ماشاء الله تاتشفود اللياقة بكل الفريق طبعا لأنه أنت مميز كثير وعندك يوسف هالة شو سر الهالة انت تحديدا الهالة المميزة فيها هي اللياقة وعندي كمان الارتجاب يعني أنا لما أجل بدي أدبك الشغلة أنا نفسي ندعي شغلها بس الله أماني أنا ماشي مع دقاء وماشي مع الموسيقى وعلى الحس وعلى الحدث أنا لحالة بتطلع الحركة فهذا هو الشيء اللي يميزني الحمد لله الحمد لله رب العالمين والذي يميز فرقة الأجويد والذي لاحظت عليه أكثر من مرة كلكم بتحبوا بعض بطريقة ليست معقولة هاي الروح الحلوة اللي عندكم اللي دايما بترشحوا بعض للأفضل دايما تستشيروا بعض لمستقبل الفرقة تكون بشكل أفضل وخصوصا بعد سفراتك آخر شي على تركيا وعلى السعودية شو ورعها؟ بالنسبة للشباب ومحبتنا على بعض هي هسا أسس كل إشي دي ببني على أسس هسا الأسس هو معروف رامب طارق ويصف الفضل هسا ما يكون فريقنا بتطلع على الأس اللي اتنين شوفوهم يعني كيف تحكي لك إياها إنه مع بعض على الحلوة على المرة وهذا اللي بميزكم ما شاء الله فغصبت عنا بدنا نحب بعض فعما لما شوفوا رامب يوسف والله اتنين أخوان على الحلوة على المرة أكيد اقترقة كلها بتتكون معنا صحيح فللأمانة احنا كنا بنحب بعض وأنا بحبت شريك كثيرا الحمد لله الله يارب يديم هالمحبة دايما بيناتكم وحتى في مواهب متعددة بالفرقة شي حلاء وشي مضرب وشي هي الموهبة الدبكة معروفة كل واحد له مهنة الخاصة الدارس واللي عنده حلاق والمتجار فكنا عمنا موهب بس بنحب الدبكة حلو مترابطين ان شاء الله متواصلين لابد ما أضع مساء حلو تبدأ أصلا لك سؤال هيك لا يوسف إذا بدك تلاقي أو تلتقي بحدا من مشاهير السوشال ميديا مين بيكون؟ لا 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 طب اوكي يوسف رامي رامي يشتيك رحب الله بقدر شي جداني فانشاء الله هم تهين السوشال ميديا هم التغفير ان شاء الله هذا الجواب رائع جدا رائع جدا يوسف بكل صراحة و بكل أمانة وممكن هذا السؤال أنا ما نقشت أنا وياك فيه لكن صار بمرة من المرات تواصلت مع حدا من الدبكة بلبنان وعمل حاله ما بيعرفك بدون ذكر اسمع لماذا عمل حاله ما بيعرفك؟ أنا يوسف رامي وصلت مع واحد دبيكة من لبنان ومارضي لا مش مارضي قال ما بيعرفك أو مشبه عليك أو شي لأنك انت أخد شهرة أكثر من ذلك ممكن بس أنا الأمانة ما بعرف حدا ما عمرت وصلت مع حدا دبيك في لبنان أو برده للأمانة بس ممكن حدا من أعضاء الفرقة تواصل ممكن أن هذه المعلومة وصلتني أنه يعني قدرتوا تجتازوا فرق بأسماء كثير كبيرة لدرجة أنه وفي غيره منكم ممكن نجاح نجاحكم أكيد وهذا نجاح المفروض يكون إيجابي مش سلبي للآخرين بس أنا إن شاء الله راح أدك الدبكة اللبنانية والسورية في كل دبكات العرب الوطن العربي بس في إحنا التجويل في طريقتنا الخاصة حلو حلو كثير يعني أجوبتك اليوم ما شاء الله رائعة وهذا اللي إحنا منطمحه بصراحة لأنه كل مرة بتفاجئونا بشي جديد كل مرة بتورجونا تقنية جديدة وهالشي متعودين عليه من أجويد مش غريبة علينا لأنه أجويد هم الأجويد إحترام كنت أجويد ما شاء الله لا يسهد البقية كل احترام التقديري لكل الله يسهد يوسف ما بدك تحكي كلمة أخيرا قبل أن تقل لرامي لرامي كل عام أنت بغير كل عام شبكات منصات بغير كل احترامك وتابعونا على اليوتيوب على الفيسبوك وعا كل اعملوا لايك وشيروا ايه وسبسكرا بالحركتين إن شاء الله تسمعك من كلامك إن شاء الله كل عام تبقى الخير وصحة وسلامة بنقوم معكم وشاهدين الكرام بفاصل وكيد راجعين نكمل مع رامي موسيقى 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 رجعنا معكم متابعينا الكرام وأكيد مستمرين معكم بأجواء مميزة وبأجواء العيد وبرجع بقول للكل كل عام أنتوا بألف خير وصحة وسلامة وأكيد مكملين مع ضيوفنا المميزين في رئة الأجويد وهلأ لقائي مع رامي طهري أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة شبكة منصات الإعلامية متابعين الأجويد كل عام وأنتوا بألف خير إن عاد عليكم الصحة والسلام آمين يا رب علينا أجمعين وعلى الأمة العربية والإسلامية يا رب يا رب رامي عليك أسألة كثير هلا رامي عليك يوسف أسألة كثير قبل ما أبلش كيف بلشتوا رامي بدي أرجع أعيد سؤال سألته ليوسف اللي هو إنه في تم تواصل من أحد أعضاء الفرق أو حدا من لبنان حبي تواصل معكم عمل حالو ما بيعرفكم هم بمجال الدبكة بدون ذكر أسمع شو السبب إنه الماء ما بيعرفكم مستعمع فيكم ما بيعرفتنا مستعمع فيها غريبة أتوقع إنك بتعرف أنا عمين بحتي وبتوقع أنا عرفت بجوزة بجوزة عمين بحتي بس بنفس الوقت بالنسبة للتواصل أغلب من صفحات سوشال ميديا ما هي معيسة موجودات ما في أي حدة تصل معنا أنا أستغرب منك بالعكس هاي بلاس لإلكم آه هذي إيش حلو لإلكم أنا بتواجع من هذا السؤال توجات في هذا السؤال أول مرة أصرار لا أنا بتجيب أسرار لإلكم أنتم ما بتعرفوها أول مرة أصرار كلا بس شبكة منصات بتجيبها طيب رامي خلينا نحكي عن بداياتكم بداياتكم وتأسيس فرقة الأجاويد وليش الأجاويد ليش اخترتوا الاسم أجاويد وبعرف أكتركم أرايب وصحاب بالفرقة فرقة الأجاويد واحد واحد ١٠١٨١١ أسر أوكي البداية كل بداية صعبة بس لكل مجتهد نصيب طبعا وجهنا كثير صعبة في البداية مثل شوريا مثل شوريا الإمكانيات أدوات لباس جميع ما ذكر كل بداية صعبة على كل مثلا غير مجال الدبكة لكل ناجهين كل بداية صعبة أكيد طبعا في البداية طبعا أهلا عشر شباب أنا وأخوي يوسف فكرناها الفرقة الدبكة شعبية الدبكة شعبية متاحة للجميع تسمعي كثير مثلا بيحكوا ناس بندبك صحيح صحيح مثلا تقدر تقولي مثلا نقدر نحكوا مثلا ستين بالمئة من سكان الأرغن بدبكة بدبكة عادية الدبكة شعبية إذا ما حكتلك تبنيش بدنا نختلف هنا حد من لشنا هنا YouTuber هنا صارت الأجوية هنا صارت الأجوية هنا كبرت الأجوية الحمد لله вр行 written with companies طبعا موجود الشباب طبعا ناقطة noises lite للوحollo número 4 نية صافية نية صافية موجودة الحمد لله every Mike كل موجود לחمد لله تعبنا تعبنا بالبداية لنحكي شغتها بعيدة بشكلة في البداية لما عملنا في ربيط الأجويد كان فيه تقريبا نقدر نحكي 30% من الناس منظرهم إنه منظور عادي شو يصوه غيره؟ لا فيه ناس مقدرة ناس مقدرة من هذا رسالة تراث منحافظ عليه متماسكين فيه أكيد فيه ناس مقدرة فيه تقريبا أقول لك 30% حكم أنا بشوف وشوف صفحات سبيدا نشوف كما كان يقدره حاليا عرفوا شو أعلم مهما حاليا ألا أنتوا رقم صعب المنال رامي لا وبحكيها بفخر أنتوا رقم صعب المنال هذا يوصلكم الحمد لله رب العالمين كل هذا تنظيم إدارة جميل ما ذكرت يعني أنا تابعتكم وبعرف الشباب وصحبة الحمد لله وأخوية بفضل من رب العالمين تقريبا من سنتين وبتابع في تطور عندكم كل شوي يعني مش خلاص ما بتستلموا حركة وبتضلكوا عليه لا هذا الشيء اللي بلفت الانتباه دخلت قلوب الكل بدلني أكررها دخلت قلوب الكل وبميزكم ثماركم كمان الثمار هذا الحال من الله الجمال يعني دائما خفة الدم موجود بالثمار الابتسامة والروح الحلوة والحركة يعني جمعتوا عدة عوامل يعني أملتوا للأجويد هالة ما شاء الله ما شاء الله يعني أنا لابسي كله أزرق عشان ما أحسس كل يوم ما شاء الله ما شاء الله الله يحمعكم طبعا كان أكد طبعا الظروف في مخيم البقعة ظروف صعبة وقدرتوا الحمد لله فضل الله تكونوا إيدوا واحدة وتوصلوا لهاي المراحل اللي انتم وصلتوها وقبل فترة كمان من فترة كتير بسيطة حصلتوا على درع اليوتيوب وهاي يعني انتم تستحقوا أحسن من هيك كمان والله يعني مش بجامل لأنه فعلا تستحقوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيب رامي انه احنا هلا حكينا عن التطوير كيف بيجي التطوير بشي تراضي شي مش سهل أبدا مش سهل كيف صار هالتقنيات دخلتوها على الدبكة امتى صارت كيف صارت كيف بلشتوا كيف فكرتوا بالنسبة للدبكة من ناحية التطوير زي ما حكت لك برجع بكر لنا مرة ثانية الدبكة شعالية حركات معروفة موحدات للناس بشكل مثلا بشكل عام بنسبة للجويد حسا هنا هنا سر الحمد لله سر الاختلاف سر الاختلاف هنا كيف بدنا كيف بدنا احنا مثلا نفرض ذاتنا هي هاي هي هاي وقطعتوا شوت كتير متعب ايوه وزوك وزوك كتير كتير شوت شوت متع يعني كان كان عبارة مثلا عن مش عارش كيف بوصل لك اياها اللي القلبي احكيه متل ما هو اه بكون عبارة مثلا هي اداء جسدي ايوه كيف بدو وصل رسالة والله وصلتوها بالنسبة للدبكة كنت اقول لك عن الدبكة لانه هي تقريبا هي المحتوى تعالى نعم هاي الدبكة فيها موسيقى فيها قاع فيها اداء فيها اللي بنيزة الاجويد فناصر صحيح 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 منسجمين ما فيعلي ما بين الاداء ما بين الموسيقى ما بين مثلا الاجواء في مثلا الاجواء بتكون تحت الضغط لنركب نتعامل معها الله من نركب نتعامل معها في ناس مثلا كثير في ناس بدبكوا مجوز مثلا لو وقفت مثلا قدامه عشرة يطلعوا عليه ما بيقدر يكمل ايوه صحيح وفيكم كمان شغلة مميزة رامي خصوصا وانتو عم تبكتك يا عمي منسجمين اخر انتجام يعني هالشي هذا اللي لحظت فيكم ادي العالم شغف شغف عند هالأجويل صحيح صحيح من ضمنها من ضيف العصايا العصايا يعني تبعلموني تبعلموني هيا خد توعد منه على الهوى مباشر بالنسبة للتعليم انا هلا بدي أسألك على الاكاديمية كان في مشروع اكاديمية للأجويد شو صار في هذا المشروع قائمة تحت الترتيب تمام لها برضو راح يكون لها وقت كثير كدير من حيث تدريب تنسيق وبين شغل كام وبين العمار وبين جنس وبين ذكر تحت الضغط بالنسبة لأشغالنا بالنسبة للحفلات وهو سيكون كمان رفضة هائل بالنسبة للتدريب ولكن أبشرك بشغلة انتو أدها ولا يهمك انتو أدها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب رامي من المعلومات اللي بعرفها وأنا مبسوطة أنه انتو رفضتوا هذا مكسب للأردن لأنه انعرض عليكم مبلغ ضخم جدا لتكونوا كفرقة بأميركا ما تضلوا بالأردن أهام وين تتبقى؟ هذا سر المهنة هذا سر المهنة هذا سر المهنة رامي هذا الشغل بتاعي معلومة صحيح تتعرف لماذا رفضوا الأجويد لماذا؟ الأجويد رامي وصف والعين عليكم الله يسعر ما منحب حتى يكون إله سلطة علينا برافو فلو كان إله سلطة علينا في البداية بجزء ما وصلنا اللي وصلنا على هذا طيب أنا شو أسأل بعد الكلام هذا؟ ما منحب ما منحب نكون إله سلطة علينا برافو برافو يا الله شو مبساطة أنا حمد الله وفيكم الرب لإذن حمد الله عميرنا حمنا منيدنا يعني مش بس بالدبكة شطورين وإلهم ها لا تعرفوا باللقاء حسنا مثلا فرقة أنا بحب بحكي هاي النقطة فرقة الأجوي بكثير الناس مثلا بدي محاملوا بسوهرق بحاولوا بالمساوهرق بحب بقولهم بحب بقولهم ايو اقول ان الدبكة بجوز حط دم بحكي لأخو يوسف رقم ثمانية ورقم تسعة ورقم عشرة يهي شغلات كثيرة قبل الفرقة يهي كثير شغلات قبل الدبكة برافو 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 أساسيات ها ندرك انا أول شي يعني أنا بعرف يوسف وسعد يعني من الشباب الفرقة من قبل وحكيتك قبل هيك كان فيه اتصال بني وبينك لكن أول مرة بلتقي فيك أول مرة بلتقي فيك فرصة سعيدة لا انا كثير مبسوطة رهمي يا انا أنت من الشباب اللي أنا كثير بفتخر فيهم صدقا وشبكة منصات تفتخر فيكم بطريقة ماش معقولة وهذا فخر لنا كشبكة منصات أنتم تكونوا موجودين وأدي مراته بمراحل صعبة وأدي طورته وأدي وأدي كنا عم نحكي قبل التصوير بعد مشاركتكم بزفاف سمو ولي العهد نعم الأمير حسان غيرت أموركم لكثير أشياء أحسن بالنسبة لفرقة الأجويد بعيداً عن أشغالنا ربحية أو غير ربحية أو تغنى للقاط راح نكون تقريباً حالياً أبارة عن فرقة موافقة بالنسبة لفرقة الخاصة الروح أنا أستمتعون إن شاء الله وغير جداً يعني الصنة زادت من بعد حفل ولي العهد صار الوضع يعني أفضل زم نحكي يا بالع말 زمنا كثير يعني كثير صاروا تواصلوا معنا من حيث مثل مهرجان إلا شو المهرجان ساركو فيها؟ سوف الأردن في عندنا مهرجان سيف عمان في عندنا إن شاء الله مشاركة مسرح الأورينا مع فرقة العشاطين فلسطين طبعا كلمة عرفين بشارة ثمانية بسبعتاش ثمانية هناك كثير شغلات هناك شغلات نحن نسويها تب غششنا رامي من اللي راح تسويه يعني توب سكرت لإلنا دائما بحكي لأيوسف في بالي في عندي كتاب هذا موضوع اختلف عن الدبكة كتاب لشوف عن الدبكة من أول ما تأسست للأجوية طبعا حيكون التوقيع اول كتاب لإلنا صح اول نسخة لإلنا اكيد اول نسخة هتكون خير كتر منصات اكيد رح نعمل كتاب رح نعمل إلو مراسم رح نعمل إلو تكريم رح نعمل إلو عرض ان شاء الله رح يكون هاي معلومة حصرية يا وانا كتب تحكي لأخلا حصرية حصرية بجوزة عبار درجة ما معين فوق بس سأله ينصف بس فقط يعني هاي معلومة رائعة وان شاء الله حتى احنا شبكة منصات ده في ظاهركم و سنة لكم كمعان تستاهل كتاب تستاهل في المفارقة لانه من لا شيء شيء والله يعني شفوق يعني بدي أحييك ولا ما عارفش بدي أعمال يعني رامي أنا ندماني بس كنت أتواصل معك على التليفون طبعا احنا كشبكة منصات داعم رئيسي ان شاء الله للكم نبتخر و احنا اننا الفخر بالعكس و انا كهاجر شخصيا اي شيء انا جاهزة فيه بإذن رب العالمي لانه فعلا اجويد يستحق شكرا بدون منازح نقطة وسط الجديد شكرا عليك و شبكة منصات استضافة اليوم كتير رايعة و كتير هائلة كتير مفصوطين والله احنا المفصوطين بوجودكم يعني انا عندي كتير اسئلة و كتير اسرار اذا احبت تسليش احنا موجودين لا انا احبت احكي بس شوي اذا ما كان فيه سوشال ميديا وين صارت الاجويد هلا وين صارت الاجويد بلا سوشال ميديا من حيث مثلا نقدر نحكي عن الشغلات والدبكات الشعبية لازم يكون هنا نقابة حلو لازم يكون لها نقابة لكل حدا مثلا بعمل اداء بعيدا عن الدبكة مثلا برصم بعمل شغلات عرض بس اكيد طبعا كمان وزارة الثقافة مهتمة بهذا الموضوع بس انا نحن نحن بحب اقولهم انهم لازم يكون لازم يكون ناس كشفين لايزم يكون سعيلها بجزء مثلا فيه ناس تغني محدا بيعرف عنها بجزء مثلا فيه ناس بتغني محدا بيعرف عنها بجزء فيه ناس بتعذت فهذا الاشي انا اللي شفته لان انا بالمجال اللي هذا انا شفت مثلا مثلا زي فرقة الاجويد بعد قديش انا ما اعطى عنها بزت 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 انا معك تماما في هذا النوع تقريبا ثلاث اربع سنين لازم احنا كان عملنا فيها شغلات افضل صحيح صحيح والتنظيم نفسه والادارة نفسه بس انه بجزء كانوا بعض بس الحمد لله رب العالمين كل حد بفرض نفسه بجهده بتعبه اكيد والطاقة الايجابية اللي استمرتوا فيها يعني من قبل برغم التحديات والطعوبات اللي وجدتها بجزء مثلا لحد لو حدا غيرنا بجزء من بجزء ما احد شافه اه هاي اللي بحكي عن الامل الطموح الاسرار 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 برافو عليك الحب بالله يعني لان عارفين احنا شو ما نسوي عارفين احنا شو عنا ولس عنا وعنا وعنا راح يكون كل شي عنا وعنا وعنا اول حدا بيعرف عنه منصات اكيد شمكة منصات شمكة منصات فقط يعني بجزء مثلا نخصص لكم اخبارنا ما فيهم سمعتو سمعتو بجزء خاص لكم اخبارنا لا معك والحب اللي يعني تابعوهم تابعوهم هو البول يعني في غير اللاجويد في غير اللاجويد بس تضيفه كثير الناس كثير الناس لا بس انا هاي الحلقة هاي الحلقة بجزء خاص وعلى فلكت اللاجويد خاصة بين اقواس بتوين براكتس هاي حلقة غير شكل ما حدا يقولي ربع ساعة بالحلقة ما حدا يقولي ربع ساعة ما بينفع يكون معي الاجويد على ربع ساعة احنا منقدر وقت الترويج حتى لبرامج شبكة منصات وخاصة برنامج سوشو بس لا يعني انتو اكيد حتى عبعوه للاخر يعني طيب عشان ما اطول بالوقت وما اطول عليكم لاني بعرف في عندكم حفلة والحمد الله مسك تقوم قبل الحفلة شو بتحكي فسالة للشباب فسالة للشباب لكل حدا عنده موهب لكل حدا من جوه من جوه ذاته ودوه نفسه عارف انه متمكن في شغلة باي شغلة باي موهبة باي اداء باي حركة باي اشي يسعى لها يتعبلها لانه بيوم الايام بيصل لها كل اشي بباله اه بيصل لها ما حاليستخده باي قدرات عنده ما في زي ما حكتلك بالبداية في تقريبا 30% كانوا مستخدفين هاي بدحكيها صح مستخدفين باللداء مستخدفين بالاشي اللي احنا مصور فيه يعرفوش ان هاي رسالة تبا دول 30% هلأ عم بلحقوا يتصوروا معكم هاي شاك في 30% هذولا اه زي ما حكتلك بزبط هي هاي بزبط 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 كل عام انت بالبخير وانت بالبخير وزي برجع بكرر وبشكر شبكة منصات على الاستفافة الرائعة وانت بالبخير والامة الاسلامية والعربية بالبخير ياهرب امين وان شاء الله انه لقاءاتك خيرة اكيد بإذن رب العالمين واخباركم حسريا انا بس ان شاء الله راح اجيبلك برضو شباب فرقة الأجاويد ان شاء الله احب اعمللكو هيك اوصلة 10 دقائق هاي خصرية ان شاء الله ان شاء الله لقاءاتك خيرة ان شاء الله يا رب سعيد جدا انا مبسوطة جدا 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 وان شاء الله انا اخو يوسف بشكركم بشكركم جميعا انا على استفافة الرائعة شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لفرقة الأجاويد واكيد ليوسف لكل شباب فرقة الأجاويد وسعد فهد انا مش حافظة اسماءهم كلهم وكمان بدي اشكر لدايما جندي مجهول بكم معاكم ذي بالغانم يعني هذا الشب كمان ما اسطر ب بحب شغله انا معاكم وبالتصوير اكيد يعني هذا كمان بوجه له شكرا وهو صديق رائع للي ذي بكل الاحترام وبشكر شبكة المنصات طبعا اللي اتاحتنا من خلال سوشو نستضيف افضل وارقة واروع ضيوف على الاطلاق والكادر الرائع اللي دايما معانا خلف الكاميرات المخرج اسلام مشاكبه يعطيك الف عافية طبعا السوشال ميديا رانيا كل حدا الادارة رئيس مجلس الادارة كل عام انتم بقى الفخير شكرا شبكة منصات عا كل شي اتحتوله لانا لنكون في الصدارة دائما بتميز يعني مفروض على الجميع شكرا لكم كل عام انتم بقى الفخير وصحة وسلامة واستنونا بحلقة جديدة من برنامج سوشو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى